ترجمة نانسي قنقر إرث تاريخي عميق تشهد عليه القلاع والحصون والأثار الحضارية المنتشرة في أرجاء سلطنة عمان قصص روت وكتبت لتترجم لنا بيئة وأصالة المجتمع العماني أثري بحضارته العميقة خمسة معالم تراثية ضمت لقائمة مواقع التراث العالمي أولها قلعة بهلة التي ارتبطت بالعديد من الحضارات القديمة وكانت أولى المناطق الداخلية التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي كما ضمت القائمة كل من بات والخطم والعين إلى القائمة لما تحتويه المواقع من تطور في بنائها المعمري والذي يعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد وكان لأشجار اللوبان دور كبير في ازدهار المنطقة وإضافة صبغة تجارية عليها لذا تمت إضافة طريق ودي اللوبان إلى قائمة اليونيسكو بعد اكتشاف عدد من الأثار الحضرية المتنوعة فيه الدقة في بناء الأفلاج توجت خمسة منها في قائمة التراث العالمي لما احتوته أنظمتها من دقة يعود أقدم بناء لها إلى حوالي عام خمسمائة للميلاد وتأتي قلهاد أقدم مدينة عمانية تاريخية كآخر المواقع المضافة إلى قائمة التراث العالمي لما تسخر به هذه المدينة من سحر تراثي وشواهد تاريخية متنوعة ارتباط الإنسان العماني ببيئته ومجتمعه عكسه التفرد التراثي والحضاري بسلطنة عمان وازخر به التاريخ ليؤكد الثقافة المتأصلة في هذا البلد العريق